الرقم ده وتموجود في استثمارات في امريكا ولا بشكل عام الاستثمارات 750 مليار لكن لا في امريكا في امريكا 750 مليار لكن اجمالي حجم المندخرات السعودية والحاجات دي كلها يعد حوالي 4 تريليون الارقام دي ارقام كبيرة لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة لن تسمح لاحد انه يسحب الفلوس دي بسهولة اذا القانون انا قلت من هوكس بوكس ده ورقة كده تترمي للفرقعة ومش عارف ايه وعشان تكون عارب اتحط ليه قانون ده وطلع دلوقتي اش معنى دلوقتي تكون ورقة ضغط على المملكة العربية السعودية اللي كي توافق على قراراته تمريره مسألة كونجرس والرئيس في هذا الوقت في الثلاث شهور الاخيرة ليس له حق التدخل ولا حتى لما يعمل فيتو ولا الجنة ازرق ولا لو قيمة اذا القراءة واضحة جدا جدا ان دي دفع من جهات معينة من لوبي معين من شكل معين جوه والكونجرس عشان يستصدر هذا القرار ولكن قراءته الاستراتيجية ما كانتش دقيقة النهاردة قلب على الولايات المتحدة الترابيزة في دول كتير جدا جدا الالمان بدأ يقولوا اوروبا بدأت اسف اليابان بدأت تقول مصر دلوقتي هتدخلت بقى لو كنا بقى يعني مصر هتدخلت الدول بقى الحليفة للولايات المتحدة مثل قطر وتركيا ادعمها للارهاب على الاراضي المصرية ما ارتكبت اسرائيل من جرائم ما ارتكبت اسرائيل من جرائم في حق الشعب المصري ودبح المصريين بالجنزير في عمليات 67 دي لجان معترب بيها اذا كل دول لازم يرفعوا اضايا الهيصة دي الهيصة دي ليس لها اي اساس عشان تكون عارف ده مجرد فرعاة تضغط بها الولايات المتحدة على الخصوم وعلى الاصدقاء وعلى الحلفاء لكي يلعب كل واحد فيهم دور لصالح اهتمامات الامن القوم الامريكي اول ملف حيطرح ضغطا على هذه القعدة هو الاستحقاقات القادمة للمملكة العربية السعودية نحو تسوية القضية السورية اول استحقاق اول استحقاق لان فيه الرؤية الامريكية بعد محادثات مع الروس ان سيبقى بشار الاسد وده ضد بستراتيجية المملكة العربية السعودية كيف يقنعوا دولة الا بوضعها تحت ضغط كل دولة كان كنا زمان احنا من الدول بتحط تحت ضغط لذلك لما طلعت مصر من الفلك الامريكي وقرار السيادي المصري بقى حر اصبح دلوقتي ما يقدرش يمارس ده ضدي لان هو حيموت ويحط مصر تحت هذا الضغط مرة تانية عشان يقدر يملي اهتمامات الامن القومي الامريكي عليها الكلام ده خلاص خلص معاش لكن هما بقى فيه الحلفاء وضع اوروبا على المحك من ناحية الامن ضرب استاد باريس وضرب مش عارف ايه ودي جون الله وده اساسه ايه برضو وضع اوروبا على المحك في البقعد الامني وان المنقذ يبقى امريك القراءة دي كلنا عارفينها كمحللين وعارفين الولايات المتحدة بتعمل ده ليه وفي التوتاد دي ليه اسمه في العلم الاستراتيجية والامن القومي اسمه ادارة بالازمة اسمه ادارة بالازمة ان انت تبقى على محور ازمة معينة ارميلك حاجة معينة تحبطك تأخرك تعطلك تحطك في مجال رد الفعل تفقدك المبادئة وبالتالي اقدر انا اسبقك واعمل اللي انا عايزه متمنى انتصل هزير يا سلام حرج بتقولها للجميع حتى يعني يكون للجميع على دراية وعلى نور ان شاء الله اكيد احنا بنقول كده عشان ننور للناس شكرا شكرا